السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محبابيكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبعات الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدد اليوم الإخوان مواضعنا مهمة جدا قد نشوفوا البرلمان الهولندي الذي ينقلب على المغرب بشأن الاتفاقية الموقعة كذلك قد نشوفوا تسريب خاطير من طرف الاستخبارات الإسرائيلية بأن البوليزاريو تبدأ تدريبات عسكرية في تكانات حزب الله بقامة الإخوان شوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع دائما كنتمنى منكم أنكم دعمونا بالضغط على زر إعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا بالنسبة المتتبعين الأوفياء فكنشكركم بزا في التعليق ديالكم الجميلة كنشكركم بزا في الدعم ديالكم متواصل وجزاكم الله خيرا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائي هو العزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عشى من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله سنبخلوا صور بالموضوع البرلمان الهولندي ينقلب على المغرب سنرى الإخوان الحيثية في هذا الموضوع سنخرجون ببرلمانيين هولنديين بشكل مفاجئ خصوصا بعض الأطراف المساندة لحركة الريف الحراكة الريف لكي نكون واضحنا الإخوان هذا ماشي يطالبوا بالانفصال يعني حراك الريف لا يطالبوا بالانفصال حاشا أن نقول أن سكان الريف يطالبون بالانفصال هما أكتر وثاء وأكتر حبا لبلدهم ولملكهم وإنما كانوا يطالبوا بحقوق المواطنين حقوق مشروعة ونضعوا هاد الناس أعطوا واحد طبع الانفصال اللي كانت هناك محاولة ديال إشعل الفتنة في المملكة المغربية بغوا يديروا واحد صورة أو يعطوا واحد صورة باللي المغرب فيه انفصال أو أن السكان ديال الريف يطالبوا بالانفصال هاد شي كان جاء من بعض الأطراف ديال البرلمان الإسباني وأطراف من البرلمان الهولندي وحلى إثره وصلت أزمة ديبلوماسية بين المغرب وهولندا سنة 2017 وتم استدعاء السفير المغربي للتشاور لكن بعد فترة قليلة هولندا وكذلك المغرب فهموا اللعبة وحاولوا يرجعوا العلاقات إلى نصابها وكما كان قولوا المغرب ركح هولندا بقرارات سريمة هولندا قررت الرضوخ أمام المملكة المغربية يعني الرضوخ للمشروط ديال المغرب ومطالب المغرب اليوم هاد النواب البرلمانيين كيطالبوا وزير الخارجية الهولندي يطالبوا بإطلاعهم إلى الخطة للعمل مواقعة مع المغرب يعني سنة 2021 كانت وقعت واحد الخطة ما بين سيد ناصر بوريطا وزير الخارجية المغربي وناظره وزير الخارجية الهولندي فوكي هوسكترا فطالبوا هاد البرلمانيين باش يطالعوا على هاد الخطة أو على هاد الاتفاقية ولكن نرفض لأن القانون الهولندي يسمح بذلك وهاد شي فيه أسرار ديال وزارة الخارجية الهولندية ولكن واش هاد شي عنده علاقة باعتراف هولندا بالصحراء المغربية بطبيعة الحال الجواب كيقول لا علاقة بهذا شي مسألة ديال اعتراف هولندا بمغربية الصحراء فهو تابت حكم أن المغرب كان أنا داك تاهم هولندا بالتدخل بشؤون الداخلية للمملكة المغربية وهولندا فهمت وعرفات باللي خاصها تدعم الصحراء المغربية أو تدعم المقترح ديال حكم الداتي وحاليا العلاقات الهولندية المغربية جيدة جدا هاد النواب البرلمانيين كيطالبوا باش يعرفوا شنو المقابل لشدة هولندا مقابل ترحيل أصحاب اللجوء المرفوضين لكن وزير الخارجية الهولندي وكيحوكسترا خرج لهم واضح وقال لهم لن نعرض عليكم هذه الوثائق أرفض رفضا قاطعا وقال لهم أولا خصني ناقش ومتشاور مع وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطا وهذا الشيخ لهم يصابون بالسعال وهنا كذلك نعرفوا ونرى تأثير المغربي على الدول الأوروبية لا يمكن أن يكشفوا لهم على الحيتيات الموضوع وبالتالي العلاقات المغربية الهولندية هي جيدة بالنسبة لهذا النواب البرلماني الهولنديين فكان مجموعة منهم اللي يدعموا الجمهورية الوهم جمهوريات العجاج والقياطم جمهورية دي الميليشيات الإرهابية ولكن الحكومة الهولندية تدعم المقترح الحكم الداتي وعلاقات جيد جيدة مع المغرب استخبارات إسرائيلية تكشف أن البوليزاريو تبدأ تدريبات العسكرية في تكانات حزب الله سنرى تقرير لبناني خطير مصرب يكشف تورط إيران تدريب البوليزاريو من بعد إيران نكرت ومن بعد الجزائر نكرت وقالت إيران لا علاقة لها بهالتدريب لكن اليوم يخرج تقرير مسرب من الرئاسة اللبنانية رسالة ضمن تقرير خطير مخابراتي رسمي وهذه الرسالة نوجهها الرئيس اللبناني إلى الأمين العام الحزب الله حسن نصر الله هذا تقرير يفضح حزب الله ويفضح إيران في تدريب ميليشيات الإنفصالية العسكرية ولي يصرب هذه الرسالة هي الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية واللي كيأكد اتهام المغرب لإيران واللي خرج سيد نصر بوريطة وقال أن المغرب كيتهم إيران وكيأكد سبب الحقيقي اللي قطع العلاقات مع إيران هو التدخل في شؤون الداخلية ومحاولة تهديد استقرار المملكة المغربية هذه الرسالة اللي بعتها ميشي العون إلى حسن نصر الله غد نشوف منها بعض المقتطفات وأهمها لقد توصلنا بتقرير استخبارات من طرف مدير مخابرات العسكرية العميد ركن طوني قهواجي والذي أكد فيه أن التكانات العسكرية لحزب الله قد استقبلت العشرات من ميليشيات تيال بوليزاريو لتدريبهم على العمليات القتالية وكيفية استعمال الأسلحة التي أرسلتموها إلى هذه الجماعة الانفصالية هذا ما قاله ميشي العون إذن تفضح تفضح وكذلك تفضح الميليشيات ديال بوليزاريو كان في هذه الرسالة اللي بعتها الرئيس اللبناني إلى حسن نصر الله كيتكلم على التدريبات العسكرية اللي كيدربوا الميليشيات البوليزاريو كذلك يتكلموا إلى الأسلحة التي أرسلوها إذن هناك كشف وتزويد البوليزاريو بالأسلحة وبالتالي تفضح وهاب تقرير رفضح محاولة استهداف المملكة المغربية لمن ناحية إيران ومن ناحية ديالجزائر والبوليزاريو الميليشيات الانفصالية هذه الرسالة كذلك الرئيس اللبناني ميشي العون كيدكر حسن نصر الله كيقول له حسن نتذكره الموقف المغربي ومبادرات محمد السادس حفظه الله ملك المغرب من اللي كان انفجار في بيروت وكان المغرب أرسل مساعدات ضخمة للبنان وقام ببناء مستشفى عسكري طبي أذكر أن المملكة المغربية هي الدول السبقة لمساعدة لبنان عشى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله منتصرا على سفاهة الأعداء عشى الشعب ملتفا حول العرش عشى الوطن حرا أبيا لا يساوم ولا يباع كلنا فخرا بملكنا ونعود ونقول لا تراجع ولا تصالع فالمجد والخلود لمملكتنا الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق أن نعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة سيادة أو أن نموت ونحن نحاول سننصر الله وينصرنا فلا غالب إلا هو وأمتنا المغربية فوق كل اعتبار فالنصر والخلود لمملكتنا المغربية الشريفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا